فندق دي امريكا بتقول يا جماعة مفيش غيرهم دول مش موجود زيهم في العالم بالفندق اللي عندي بالتنظيم بتذكرتي بالامن بالناس بالجمهور بالملاعب بالافتتاح الرائع بالمنظومة بالكامل ما تخليش مصر تتجرأ وتطلب تنظيم كأس العالم نحن قادرون على تنظيم اكبر بطولة في العالم في كرة القدم وهي كأس العالم نحن قادرون على تنظيم اولمبياد نحن قادرون على استضافة اي عدد من الفرق لاي نشاط رياضي في اي وقت من العام لدينا الامكانات البشرية لدينا الامكانات المناخية لدينا الامدادات الليجستية لدينا الافكار لدينا الفنادق لدينا الملاعب لدينا الجمهور لدينا الادارة لدينا الرؤية لدينا الارادة السياسية لدينا الحلم هل نواصل حقا ما نحلم به نقدر نواصل ونقدر نحلم وانا بتكلم بقول عايزين ننظم كياس العالم واحد يقول لك يا عم الراجل ده بيقول اي كلام لا مش اي كلام نقدر ننظم كياس العالم اللي جاي كياس العالم اللي جاي نقدر ننظمه اللي هو الدور عليه يعني نقدر نتقدم دلوقتي بملفات ونقدم مش هنجيب هشام عزمي تاني ولا عليه دين هلال تاني لا لا هنجيب ناس جديدة شباب يقدر يجيب ويدور ويتحرك ومتطوعين وما فيش سمسرة وما فيش وما فيش وما فيش الوقت اللي احنا فيه مفغوش وساخة انا اسف يعني الوقت اللي احنا فيه فيه نظافة فيه طهارة فيه نقاء فيه مقاومة للفساد لن نتسطر على فاسد وما فيش حد فقراص ريشة وهنتحرك لقدام وهنجري نقدر نحلم ونقدر نروح نقدم عايزين كل البطولات نقدر نقدم عليها والإلهم بيد نقدم البطولات العالم نقدم وكمان ان شاء الله قريب يعني بإذن الله قريب يتم سحب كاس العالم من قطر بإذن الله يعني ان شاء الله ان شاء الله يتم سحب تنظيم كاس العالم من قطر ونتقدم ناخدها احنا نقدر نعمل هذا الكلام وانا عملت مقترحة قبل كده ان احنا نعملها بالمشاركة مع بعض الدول العربية نقدر نعمل هذا